النرجسي كان بيتصرف بطريقة غريبة وكان بيعمل حاجات مما كنتش متوقع ابدا انه يعملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسية قبل ما نبدأ حلقتنا لو حسيت انك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة طول فترة علاقتك بالنرجسي ورغم كل حاجة مريت بيها معاها غير طبيعية كنت بتدور على اي عذر او سبب للي بيعمله ده كنت ممكن تدور على اي حجج على تصرفاته حتى لما كانت موسيقى ليك زي مثلا انك تبدأ تتكلم مع نفسك وتقول انه ممكن يكون طفولته تسببت في اللي بيعمله ده او خلته انسان مريض ومحتاج يتعالج او انك توقف جنبه حاولت كتير جدا انك تساعد النرجسي وتوقف جنبه املا منك بانه يتغير ويكون انسان سليم او طبيعي ولكن للأسف بتكتشف مدى الشر اللي مستحوز عليه بتكتشف مع الوقت ان اللي بيعمله ده كان مقصود ومتعمد متعمد يعمله معاك وانه كان بيقزيك عمده وانه كان قاصد اساقته ليك ده وبيدمر علاقتك بيه وهو كان قاصد كده بالرغم من انك بتدي للنرجسي كل احتياجاته في العلاقة وامداده اللي بيحتاجه منك الا انه بيكره فيك ده بيكره صفاتك الحلوة اللي فيك اللي اختارك علشان هي فيك علشان يحرمك منها ويدمرها فيك لانه من البداية النرجسي بيغير منك علشان صفاتك دي بيحصل من النرجسي سلوك غريب ما بتكونش متوقع ايه اللي ناوي او اللي هو ناوي عليه يعمله والحاجات دي بتخليك طبعا مع الوقت بتفقد السقة فيه وبتكون دايما متوقع ان فيه حاجة هتحصل تغير شعوره ناحيتك ويبدأ يسيق ليك النرجسي ممكن يحبك النهاردة ويكرهك تاني يوم وبدون ما تلاقي سبب واضح للكوره ده ولا حتى للحب ده كمان النرجسي هتلاقيه بيوعدك بحاجات في المستقبل بيوعدك ان بكرة هيكون احسن وان كل شيء هيتغير للاحسن علشان بس يحصل على اللي هو عايزه منك وانك لو تحملت وصبرت معاه كل حاجة هتتغير وممكن فعلا تصدق لعيبه وكذيبه وتنتظر شهوره وممكن سنين على امل ان اللي قاله لك ده ممكن يحصل مع الوقت بتبدأ تفهم طبيعة اللي بيحصل وفي الوقت ده اللي بيحس فيه النرجسي انك بدأت تفهم حقيقته بيبدأ يصعد معاك العيبه ويبدأ يكذب كتير ويتلاعب بيك على طول في يوم من الايام كده هتلاقي النرجسي فجأة وبدون مقدمات اختفى من حياتك قطع الاتصال بيك تماما ولما بيرجعلك بعد وقت معين ايا كانت مدته هيحاول اقناعك بانك ترجع للعلاقة مرة تانية مع سيل من الاكاذيب والحجج اللي ملهاش اي اساس وانت اكيد مش هتقتنع بكل ده لان كل شيء بقى واضح بالنسبة لك وان الموضوع كله كان خدعة بيمارسها عليك النرجسي المتلاعب ده ومن المحتمل رافضك للنرجسي يخليك تواجهه بالحقيقة وتصرح له في وشه كده انه انسان نرجسي ولكن كل ده مش هيغير من الامر حاجة ولكن هيخلي النرجسي يبدأ ينتقم منك لما يكتشف انك عرفت حقيقته او رافض الرجوع له مرة تانية لان النرجسي عارف كويس قوي هو عمل ايه معاك علشان كده لما بتواجه النرجسي بحقيقته بيغضب بشدة علشان عارف ومتأكد ان اللي بتقوله ده صح ولكن ايه رأيك لو ما قدرش يوصل لك من الاساس او ما قدرش يلاقيك يعني انت اللي اختفيت من حياته وما قدرش يوصلك بكل تأكيد هتكون كارسة وكابوس كبير جدا على النرجسي وهيكون اسوأ شيء ممكن يتخيله لانه هيكون عارف انك كشفته وعرفت حقيقته وانك عمرك ما هتشوفه بنفس الطريقة اللي كنت شايفه بها قبل كده هيبدأ النرجسي يحاول يقولك اي حجة لكل اللي حصل علشان يشوف بيها رد فعلك وتفكيرك يشوف تفكيرك يعني عامل ازاي كل ده بيعرفه النرجسي من رد فعلك وتفاعلك مع اللي بيبعته لك ولكن لو مفيش اي تفاعل منك ناحية اي تصرف او كلام من النرجسي مش هيقدر النرجسي يعمل معاك اي شيء وهيكون عاجز تماما عن الوصول لك انت كده فعلا بتضمر النرجسي اسوأ شيء ممكن النرجسي يتخيله اللي انا بقوله ده عارف ليه لان النرجسي في قرارة نفسه لسه مخلصش استنزافك والتغذي عليك وكمان مش قادر يوصلك علشان يعاقبك وينتقم منك انك اختفيت من قدامه وبشكل طبعا مش متوقع ابدا ودي افضل حاجة ممكن تعملها في الوقت الحالي او في علاقتك مع النرجسي انك ما تدلوش اي فرصة انه يوصلك او انه يقدر يتواصل معاك للتأثير عليك وهيكون افضل من المواجهة حتى لو انت شايف ان مواجهة النرجسي في مصلحتك صدقني ده افضل من المواجهة وبشكل مؤثر جدا جدا الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها هي انك تغادر العلاقة فورا وبدون ما يعرف اصلا انك نوع على كده النرجسي كان يقدر فعلا يدمر حياتك طول ما انت داخل العلاقة ولكن اختفاءك من العلاقة بالشكل ده هو اكبر حماية ليك من غضبه وانتقامه منك وتدمير حياتك اللي كان داخلها داخلها من الاول علشان يدمرها علشان كده الموضوع ده ما ينفعش لما تيجي تعمله النرجسي يعرف به او انك ناوي تسيب العلاقة لازم لما يحصل يكون في السر وبدون اي توقع منه النرجسي مستحيل يسمحلك انك تعمل ابدا حاجة زي دي ولو يعرف قبل ما تغادر العلاقة انك ناوي تسيبه هيكون انتقامه منك رهيب جدا هو ده جماعة اسوأ كابوس للنرجسي لانه ما يقدرش يتصور حاجة اسوأ من انه ما بقاش قادر انه يؤثر عليك اتمنى ان الحلقة دي تكونوا استفدتم بيها وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة